السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا يا بنات انا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة فيديو النهاردة ان شاء الله يا بنات كلكم بتستنوه طلبتوه مني كتير قوي قوي في الكومنتات وانا بعمله لكم النهاردة هو كريم ازيلة رائحة العرق بكل سهولة بس اهم حاجة علشان الكريم ده يجيب نتيجة ويجيب مفعول معيك في احتياطات كده لازم تستخدمي تعمليها قبل ما تستخدمي الكريم بتاع النهاردة وهو سهل وبسيط والاحتياطات بتاعته برضو سهلة جدا جدا وبسيطة وهي طبعا اهمها ان انت لازم تاخدي شاور قبل ما تستخدمي الكريم مش بس كده لازم تلبسي ملابس قطنية تحت ملابس الخروج اللي انت بتلبسيها وده اساسي طبعا عندنا عايز اقولك من انت معلومة تانية انه الكريم ده مش بيمنع ان انت تعراقي مش بيمنع العرق لا بالعكس واحنا كمان مش عايزين نمنع العرق احنا عايزين ننزل العرق طبيعي وبريحة مستحبة بريحة حلوة جدا وكمان نقل من الكمية العرق النزلة متبقاش الكمية الكبيرة قوي دي انا بنصحك ان انت ما تستخدميش اي حاجة فيها مادة تساعد على غلق المسام لان غلق المسام مش حلو خالص ربنا خلقنا طبيعيين عندنا غدد بتفرز العرق ما ينفعش ان احنا نقفل المسام ونمنعها خالص لان ده هيكون مدر الجسمنا فيما بعد مش هنحس بيه دلوقتي لكن بعد كده هنحس بيه بشكل خطير وكبير جدا جدا فاحنا النهاردة هنعمل كريم فعال هنستخدمه يوميا ان شاء الله وهيمنع لنا ريحة العرق نهائيا وكمان هيساعد على تفتيح المنطقة الحساسة تماما تماما مش بس منطقة تحت الايبت لأ كمان المنطقة الحساسة هينفع نستخدم فيها هينفع لها كمان للتفتيح للتبييد للترتيب برضو ان شاء الله تفتيح منطقة تحت الايبت هيكون بالكريم ده عشان ما طولش عليكو نشوف المكونات ونشوف ازاي هنحطها مع بعض نشوف طريقة العمل اول حاجة المكونات زي ما قلتلكو سهلة وبسيطة وتقدري تشتريها من عند العطار ده الابيض ده ناصع ده بيكربونات سوديوم تمام هتشتريه من عند العطار ومتوفر وسهل جدا وعندي كمان دقيق النشا او بيسموه نشا الدورة مش دقيق النشا لا اسمه نشا الدورة تعالوا نشوف ازاي هنخلطهم مع بعض هنخلطهم بايه علشان يطلع لنا الكريم بتاعنا للاستخدام اليومي ان شاء الله اول حاجة بنات اول حاجة عندنا نشا الدورة بتاخدي منها معلقة واحدة بس كبيرة بتاخدي كمان معلقة بيكربونات السوديوم وبرضو بتكون كبيرة وهتقلبي المكونات مع بعض هتخلطيها مع بعض بمية الورد بس قبل بقى ما تحطي مية الورد عايز اقولك على حاجة مهمة جدا علشان الكريم يبقى مستحب ليك تحب ان انت تستخدميه حطيله اي ريحة عندك عندك ريحة لافندر عندك زيت الورد اي حاجة فيها اي ريحة كويس حطيها مية الورده برضو بتدي ريحة حلوة قوي بس لازم نحط كمان معاها حاجة تانية اي قوية انا ممكن عندي زيت ورده احطه بس انا مش هستخدمه انا عندي حاجة تانية رهيبة مش هتصدقوها هحطها شايفين علبة الصغنونة دي اللي فيها نقطتين من جوه العلبة دي يا بنات فيها فانيليا الفانيليا بتاعت الكيك بتاعتنا العادية بتاعت الكيكة هتحطي منها نقطتين هتديلك بقى ريحة رائعة منطقة تحت القبط وكمان هتبقى مستحبة الكريم هيكون مستحب بالنسبالك لما تيجي تستخدميه كل يوم هتقلبي المكونات مع بعض علشان تتجانس كلها وبعد كده تبدأي بقى تعجنيها بمية الورد وهقولك برضو بعد ما تعجنيها ازاي تحفظيها بحيث ان هي تقعد معاكي يعني معلقة نشط دورها مع معلقة بيكربونوت سوديو هقولك ازاي تحفظيها بحيث ان هي تفضل قعدة معاكي لمدة شهر كامل هننزل بقى بمية الورد ونعجنها ووريكوا شكلها كامل لما تتعجن بتكون عاملة ازاي تبدأي بقى تقلبي المكونات كلها طبعا كمية مية الورد على حسب انتي شايفة هيطلع عامل ازاي الكريم حاولي تحطي الكمية المناسبة بحيث يطلع الشكل النهائي اللي انا هورهولك دلوقتي هو ده طبعا حلو جدا بس لسه محتاج تقليب شوية الكريم بتاعنا مش هيبقى سايل قوي ومش هيبقى ماسج قوي هتقلبي لحد ما تحصلي على القوام المناسب شايفين يا بنات طبعا القوام ده انتي حاسة انه هو سايل شوية مش مشكلة لان احنا مش هنستخدم الكريم دلوقتي الكريم علشان تستخدميه بص يا بنات شايفين ده كده بيكون الملمس بتاعه وده لونه عشان تستخدميه هتجيبي علبة كده صغيرة وبتستخدميه بعد 24 ساعة من عمله وبتحفظيه في مكان بارد بصوا هننزل به كده عايزينه بقى يجمد شوية هنعمل ايه هتسيبيه في التلاجة المدة 24 ساعة بعد ال 24 ساعة ان شاء الله هتفتحي العلبة هتلاقي معاك كريم ملمسه نعم حلو رحته مفيش احسن منها في الدنيا لما تستخدميه الصبح بعد الشاور وتلبسي كمان ملابس قطنية ويفضل ان هي تكون نص كمة ما تكونش قط عشان تغطي المنطقة تماماً ان شاء الله ان شاء الله مش هيكون فيه ريحة عرق لمدة 24 ساعة كاملة يعني على مدار اليوم كله مهما نزلتي ماشيتي في الشمس عرقتي تعبتي مش هيبقى فيه ريحة عرق نهائياً عندك خالص لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي معي في القناة لو لسا ما اشتركتيش البنات اللي مشتركين معي في القناة عارفين ان انا برد على كل الكومنتات وكمان بنفذ لهم كل الطلبات اللي بيطلبوها مني زي كريم العرق ده هم كانوا طلبينه مني قبل كده شكراً ليكوا جداً يا بنات انا سعيدة اني كنت معيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة